السلام عليكم. ازايكم يا جماعة اخباركم ايه? اتمنى تكونوا في خير ان شاء الله كده وفي احسن حال. ويا رب الجميع يكون بخير. اه طبعا في ناس كتيرة كانت بتتكلم على موضوع ان الساعات عندها ما بتزيدش في القناة. او ناس كتيرة برضو كانت بتسأل ازاي ازود ساعات المشاهدات بتاعتي. اه طبعا بطريقة قانونية او بطريقة مسلا ما يبقاش فيها مشكلة. لان طبعا ان ان انت بتشاهد لنفسك من القناة الخاصة بتاعتك لقناتك انت. طبعا دي ما بتتحسبش المشاهدة بتاعتها في اليوتيوب. او ان انت بتشاهد من المتصفح الخفي او الحاجات دي. او ان انت بتعمل حسابات وبتشاهد منها لنفسك والحاجات دي. اه طبعا النهاردة انا هقول لكم على مجموعة متصفحات كده. اه انت بتقدر من خلالها ان انت بتدخل على القناة بتاعتك. وبتشاهد مشاهدات لنفسك والساعات الكاملة لها والساعات بتاعتها بتتحسب قانونيا في اليوتيوب بدون طبعا ما بتعمل حساب او بدون ما بتدخل بحساب قناة تانية انت بتدخل على طول من المتصفح وبتقدر تشاهد لنفسك او بتشاهد الفيديوهات اللي انت عايز تشاهدها في القناة بتاعتك وبتزود بقى على حسب المشاهدات بتاعتك الساعات طبعا فيه متصفحات كتير بس انا نقيت لك يعني اسهل تلاتة كده متصفحات سهلة حتى التحميل بتاعها سهل كده مش تقيلة يعني وحجمها صغير متصفحات سهلة في الاستخدام متبقاش فيها اي مشكلة بتقدر من خلالها اللي انت طبعا بتفتح المتصفح وبتدخل على قناتك وبتعمل المشاهدات لنفسك ولو عندك قائمة تشغيل او حاجات كده بتضغط عليها وبتتفرج وبتشاهد لنفسك وطبعا بمجمع الساعات اللي انت بتشاهدها ان شاء الله بتتحسب وبتتضف قناتك طبعا التلات متصفحات متصفح بيور وكيتو واكسترين بيور بروسور طبعا التلات متصفحات دول هتلاقيه موجودين في الابل ستور لموبايلات الايفون او الجوجل بليه في الاندرويد احنا هنبتدي دلوقتي نشرح برنامج برنامج وازاي بتدخل عليه وازاي بتقدر من خلاله ان انت تعمل المشاهدات في قناتك وتزود الساعات بتاعتك طبعا المتصفحات او الحاجات دي بتفيد الناس اللي هي بتبقى لسه طبعا فتح القناة جديدة بتزود معها طبعا مشاهدات الفيديوهات بتاعتها والحاجات دي هنبتدي ان شاء الله كده وربنا يوفق الجميع يا رب اول متصفح اللي هو الابيض اللي بحرف الكي اللي هو الكيتو ده بتدخل عليه طبعا انت بمجرد ما بتدخل على المتصفح كده بالطريقة دي انت بتفتح المتصفح دي واجهة المتصفح اللي انت شايفها تمام هتلاقيه بنفس الطريقة دي واسم البرنامج فوق او اسم المتصفح فوق اهو طبعا بتلاقيه موجود فيه الفيسبوك والتويتر والجيميل واليوتيوب والحاجات دي طبعا برامج التواصل اجتماعي هتلاقي هنا موجود اليوتيوب فوق هتضغط عليه كده طبعا بمجرد ما بتضغط عليه هيفتح لك صفحة اليوتيوب العادية طبعا هنا فوق لو بصيت هتلاقي بيطلب هنا تسجيل دخول طبعا هو بيقول لك تسجيل الدخول احنا مش هنسجل الدخول خلاص لان احنا مش هندخل بحساب ولا هندخل باي حاجة من القناة بتاعتنا فبترجع وراء كده بتجي لك صفحة اليوتيوب العادية تمام انت بتضغط هنا في البحس فوق وبتبحث مثلا عن اسم قناتك او اسم قناة معينة مثلا انت عايزة كل واحد على حسب القناة بتاعته يعني هنكتب مثلا كده اسم القناة بتاعتي انا تمام انت بمجرد ما بتضغط بتظهر لك طبعا في النتائج البحس القناة بتاعتك اللي انت عايزها انا مثلا القناة بتاعتي هنا بضغط عليها طبعا انتو لو اخدين بالكو ان احنا فتحنا للمتصفح ودخلنا على القناة بدون ما نعمل تسجيل دخول او بدون ما نسجل اي قناة تاني عليها وبتيجي مثلا في الفيديوهات بتاعتك هنا تمام هتلاقي مثلا فيديو زي ده بتفتحه بسم الله الرحمن الرحيم المعلومات دي لكل العرب والمصريين شرب بق صغير مية دافية تمام احنا بالطريقة دي قدرنا ندخل على القناة ونشغل الفيديو بتاعنا ايا كان حجم الفيديو ايه او مدته قد ايه فطبعا انت بتدخل ممكن لو عندك مثلا قيمة تشغيل في القناة بتاعتك انا عندي قيمة تشغيل مثلا كده انت بتفتح بقى المتصفح وتبدأ بقيمة التشغيل وتسيبه هو بقى ايه بيعد يقلب في كل الفيديوهات اللي موجودة في قيمة التشغيل عندك تمام ايه لحد ما بتقدر انت تدخل بقى من خلالها وبتعمل مشاهدة لكل الفيديوهات اللي عندك في قناتك وزي ما بتتحسب مثلا على حسب مدة الفيديوهات او على حسب الساعات اللي موجودة في الفيديوهات طبعا دي ايه كانت اول شرح الاول برنامج الطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة انا زي ما قلت لك انت بتفتح المتصفح بتظهر لك الواجهة بتاعت المتصفح قدامك كده زي ما انت شايفها وبتدخل في اليوتيوب وبتكتب هنا في البحث فوق اسم القناة طبعا بتاعتك او اللي انت عايزها مثلا وبمجرد ما بتكتب اسم القناة وبتدخل عليها خلاص بتعمل مشاهدة لنفسك وبدون ما تعمل تسجيل دخول ولا اي حاجة دي كان اول متصفح معنا طريقة سهلة جدا يارب بتكون بس تستفدتوا منها وقدرتوا تطبقوا صحف للمتصفح بتاعكم لما تنزلوا ان شاء الله ده كان البرنامج الاول تمام البرنامج التاني او المتصفح التاني اللي هو البيور اللي باللون الاصل الورانج ده اللي في النص طبعا برضو بمجرد ما بتضغط عليه طبعا يا جماعة انا حبيت اختار المتصفحات دي لان المتصفحات دي انا يعني دورت في حاجات كتيرة لقيتها هي اسهل حاجة او هي اسهل حاجة ممكن ان انت تنزلها ومفصلة جدا اي حد يعرف يشتغل عليها طبعا هنا في اليوتيوب لو ما لقيتش طبعا اليوتيوب موجود هنا بتكتب في شريط البحث كده مثلا يوتيوب ده المتصفح التاني وبيظهر لك وبتدخل برضو نفس النظام اللي احنا عملناه الاول تمام بتكتب هنا اليوتيوب بيظهر لك كده طبعا بتدخل برضو نفس المتصفح الاول بتضغط هنا بتلاقي تسجيل دخول لا احنا مش عايزين تسجيل دخول احنا هنشتغل وهندخل على القناة بتاعتنا من المتصفح نفسه الرئيسي بتعمل بحث برضو وبتكتب اسم القناة تمام هتظهر لك مثلا القناة بتاعتك كده بالطريقة دي قدامك او لو عايز تكتب اسم فيديو معين او انت مثلا لو حبيت تشاهد لحد مثلا من صحابك او كده طبعا هيظهر لك كده القناة بتاعتك بنفس الطريقة دي طبعا بتقلب زي ما قلت لك في الفيديو اللي قابل كده بتيجي طبعا على كل الفيديوهات اللي موجودة عندك مسلا يعني بتفتح الفيديو بالطريقة دي سلام عليكم اكبر اخويا املي نعم طرب بده برضو مش تعرف تشوفه مش دعا بتدفينه تمام احنا كده بنفتح الفيديو بالزبط كأننا دخلين من قناة كاملة او من قناة في اليوتيوب بتاعتنا بنتفرج على الفيديوهات بتاعتنا بس الطريقة دي بقى ايه هتقدر تفيدك ان انت من خلالها بتزود الساعات بتاعتك في القناة لان طبعا كل الفيديوهات على حسب مدة المشاهدات بتاعتها والدقايق والحاجات دي بناء عليها طبعا انت بتعرف انت شاهدت كام ساعة وقدي ايه وطريقة قانونية جدا طبعا ما فيهاش اي مشكلة انت مش بتشاهد من القناة بتاعتك او مش بتشاهد من الحساب بتاعك اصلا ونفس النظام برضو لو عايز تدخل تشاهد عند اي حد او عند اي قناة مسلا بتبقى عادية جدا بتدخل كأنك انت دخل من القناة بتاعتك وبتتفرج عنده عادي طبعا برضو المتصفح التالت اللي هو الاكستريم بيرسوس نفس النظام برضو انت بتدخل بتلاقي هنا مسلا دي واجهة البرنامج او واجهة المتصفح بتدخل عاليوتيوب بتلاقيها برضو نفس الواجهة الاولى ان انت بتدخل هنا طبعا هو عايز تسجيل دخول لا احنا مش هنعمل تسجيل دخول هندخل بالطريقة العادية ان هنا بتعمل في البحس كده وبتكتب اسم القناة تمام وبتدخل على القناة بتاعتك عادية جدا خالص حتى هنا بتلاقي مسلا كلمة اشتراك او طبعا بيقول لك هنا ايه عشان تشترك في القناة دي لازم تسجل الدخول ده برضو يعني يعرفك ان انت البرنامج ده بتفتحه من غير تسجيل دخول ولا اي حاجة وبتيجي مسلا هنا بتدخل في قوام التشغيل مسلا بتاعتك انا عندي مسلا قائمة التشغيل فيها 20 فيديو او 15 فيديو مسلا ممكن يكون مدة قائمة التشغيل ده مسلا 7 ساعات او 8 ساعات طبعا بمجرد ما بتفتح قائمة التشغيل وبتبتدي الفيديوهات بقى ايه على بال ما تستمع او تعمل مشاهدة كاملة لقائمة التشغيل اللي عندك تمام ايه بعدها طبعا الساعات بتاعتك انت خلاص شاهدت لنفسك الساعات وهتبقى مفتوحة وموجودة في القناة بتاعتك عادي خالص كأنك بتتفرج عليها او كأن في حد تاني من بره او جمهور بيتفرج لك عليها طبعا ما فياش اي مشكلة وبتتحسب لك الساعات بتاعتها عادية خالص برضو ما فياش اي مشاكل تمام دول كانوا التلات متصفحات اللي معانا النهاردة تمام وكل متصفح عرفتك تشغله ازاي او كل واحد يفتح ازاي وطريقة التشغيل او طريقة الدخول لكل متصفح فيهم وازاي انت مثلا بتعمل تسجيل اه بتدخل على وجهة كل برنامج بتختار اليوتيوب وبتدخل طبعا هنا زي ما قلتلك بتعمل في البحث كده او بتختار اسم القناة بتاعتك تمام وبتدخل تعمل مشاهدات عادية جدا وبتتفرج على القناة او بتتفرج على قناتك اه كأن فيه متابعين من بره او زيك زي اي حد بيدخل يتفرج وبتتحسب ليك الوقت وبتتحسب ليك الساعات دي طبعا برضو زي ما قلتلك لو انت معاك تلات موبايلات مثلا اه عايز تنزل عليهم التلات متصفحات ما فيش اي مشكلة وهتفتح قناتك من كل واحد برضو اه على حسب طبعا ان ما انت عايز تتفرج اه ساعة ساعتين تلاتة اربعة طبعا هتيجي انت اعرف معدل الساعات بتاعتك وهتيجي تاني يوم ان شاء الله او او تاني يوم من بعد ما انت بتتفرج بقى ادخل على القناة بتاعتك وشوف اللي هو تحقيق الربح شوف عندك الساعات مثلا يعني اعرف ان عداد الساعات مثلا النهاردة كانوا خمسين ساعة انت دخلت مثلا من التلات متصفحات اتفرجت لنفسك على خمسين ساعة زيهم بقى تمام؟ انت بمجرد ان شاء الله تاني يوم او تالت يوم لانه تقريبا بتنزل الساعات تاني يوم او تالت يوم في اليوتيوب هتدخل ان شاء الله هتلاقي الخمسين ساعة اللي انت تفرجت عليهم اتضافوا على الخمسين ساعة بتوعك الاولينين طبعا الطريقة سهلة ما فيهاش اي مشكلة خالص يا رب يكون استفدتم من الموضوع وقدر تفيدكم بحاجة وان شاء الله يا رب كل القنوات ان شاء الله تزيد مشاهداتها وتزيد ساعاتها كده وكل القنوات تتفعل ان شاء الله وطبعا لو فيه اي مشكلة او فيه اي حاجة وجهتك في المتصفحات او في شرح البرنامج او فيه حاجة مش فهمها في القناة بتاعتك محتاج ان انا اشرحها لك او بسطها لك ايه طبعا سيبيوا لي الكومنتات بتاعتكم وان شاء الله دايما نقدر نحل مشاكلكم لو فيه اي مشكلة حصلت كده مع اي حد في قناته طبعا تحت امركم في اي وقت سيبوا لي كومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله ويا رب ان شاء الله هيكون استفدتم من الطريقة دي ونشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة